أنت كيف عم تستخدمي التيك توك لليان؟ شوف باسل أنا أول ما دخلت على التيك توك كل العالم استغربوا أنه هي لليان نمر شو عم تعمل على التيك توك كل إنسان بيقدر يعمل محتوى مرتب لقلهم في بهذا لما بتكون أنت عيش بزمن في ضيعة الشباب عندهم كبد الشباب ما عارفين شو بدن يعملوا عايشين بمجهول يقسانين بحياتهم ما فينا كلنا ننجر بالشي اللي غيرنا عم بيعملوا أنا جربت أن كل اليان الحقيقية اللي أنا صلي خمسة عشر سنة على الفيسبوك أنا بجمع ما بفري أنا بجمع كل الطوايف أنا بحبب الناس ببعضهم أنا ببعد يعني بكرها جداً العنصرية بقرب الناس من بعضاً دايماً بذكروا أنه نحنا إخوة فجرب يعني عم جري بكون هيك نفس الصورة على التيك توك بقول أنا اللي بحبني بيدخل على محتويه اللي ما بيهجبه يعني حتى في أشخاص بس اللي بفوتوا بيقولوا إنه ولو إنه اللي اللي نمرم عنده مليون متابع بقولوا شو بهمني بالمليون متابع أنا بهمني باللي بيسمعوني بيسمعوا شو عم بقوله ما بهمني الكمية أنا بهمني النوعية شوي شوي إذا أنا وغيري وغيري من غير هيدا النمط العام اللي هلأني صار على التيك توك شو أكتر شي بيزعجك على تيك توك؟ يعني أنا عم بيزعجني إنه لك الشاب يا باسل كيف ما زتايته بيجوا واقف؟ الشاب شو ما عمل؟ بيضال يلاقي مين يتزوجها يبني عائلة يطلع مصاري أنا بحزن إنه في بنات باللبنان وبالعالم العربي عم بيسترخصوا حالهم كتير كرميل هالكوز وهالهدايا اللي عم ينكبلهم أنا قبل بفترة يعني صورت فيديو قلت لهم لما بتشوفوا حدا هيك ما تقولوا إنه كل بنات هالبلد هيك ما تقولوا نحن مش هيك لا بنات لبنان هيك ولا بنات سوريا هيك ولا بنات الأردن هيك ولا بنات المصر هيك لا ما فينا نعمم بعد في ناس مرتبين وبعد في بنات عندهم أخلاق أنا بس بصير إلنوا لهالبنات فكروا إنه يوم من الأيام انتوا رح تلاقوا نصيبكن انتوا بهالمحتوى اللي عم تعملوه هل في شاب رح يفكر يتزوجكن ويبني عائلة معكن يعني هالقدة نحن نكرنا زيتنا نكرنا حتى بعيدا عن فكرة إذا هي بهمة تلاقي حدا يتزوجها مع هذا المحتوى أو لا يعني حتى كرمال كرمالة هي كإنسان كرمالة اسمه وسيطة كرمالة كإنسان يمشي على الطريق كيف الناس بينظروا لي يا باسر أنا بزعل يعني بزعل هالقدة بناتنا يعني يعني أوقات بفوتوا بالتحديات بتخجل صدقني عم بحكاية ديك اليوم أنا طلع لي شيء بالهوم يعني يعني ما تفينت كتير زعلت كتير على الصبت إنه هلقدي وصلنا لهون إنه كرمال كرمال إنه أنت تربحي يعني مصاري على التيك توك بتبرري هالشي بالحاجة ممكن إنبررلن لهالناس بإنه محتاجين مادياً وما عندهم غير هاي أم هذا منه مبرر؟ دعم إنه مبرر يعني مثل اللي إذا كل العالم إذا البلد فلتان وفيه مجرم عم ياخد حقه بسلاح أنا بعمل مثله تأخد حقه نحنا كلنا بدنا ننجر ونصير ما يصير عنا مستوى بعدين مين قالك إنه بيدخلوا ما بيدخلوا مصاري إلا هيك بالعكس نحنا من أسبوع أنا وزميلي وجيه سقر سلم عليه أيضاً الأستاذ وجيه يعني نطلع نفتح جولات حولنا المبلغ اللي بدي يفوت لألنا لأعمال خير بهيدا العيد وورجعنا خبرنا الناس إنه رح نكرر المحاولة برمضان آخرات صعيمة كان ما بيجيك هال مبلغ الكبير مثل غير صفحات بس هيدا الدعم ساعدنا قدمنا مساعدة لأربع عيال وزرنا مقوة للعجاز وقدمنا لهم شي محبة لا فينا نحنا فينا نختار ونعمل منه مبرر أبداً يعني أنا إذا كانت صديقتي ماشي ما مشى ممنيع أنا بمشي مثله لا أنا بختار محتوى مرتب بكون ذكية ودايماً على فكرة يعني الوكالات على التيك توك دايماً بيطلعوا بيذكروا بس اللي بقولوا إنه إنتوا فيكن تعملوا محتوى جيد وطلعوا مصاري وبعدين بديقول شغلة التيك توك ما إنه غلط التيك توك إنه عمل تالناس تربح وتربح التيك توك كمان عم بتطلع منك مصاري التيك توك عم بتطلع عرباح منك باللايفات اللي إنت عم تفتحها وإنت عم تعطي من وقتك ساعتين كليتة فأنا عاديك اليوم قلت لكل الزملاء يعني دغري مباشرة إنتوا نفتح لكم مسرح جديد إنت إذا ما بتروح على المسرح وبتعرض مسرحية ساعة وربع ما عندك محصول ما إنت يا قبل تطلعوه نعم إنت بستعمل التيك توك للمسرح قدم محتوى حلو وإنت شو بيجيك دعمه هدايا هيدا مقابل تعب هالساعتين إنت عم تقوض عم بنقطع دهرك عم بنأمله إجريك يمكن عم بتجوع يمكن كل شي عم بتقفل لا وإذا حدا بدو يقدم محتوى بالمعنى اللي عم تتفضلي فيه بكل الأحوال بدو يكون أيضا عم يحضر أفكاره عم يحضر أمور وعم يجهز أموره يعني هو فعلا عم يقدم محتوى صار يعني هيدك اليوم عندما اتفعت أنا والزميل جابي حويك أبو جيرون تحية لأخوتي زملاء عفوا قلت له تع نختار نهار نختار موضوع اجتماعي ونقام له بطريقة تمثلية أنا وإياك ونشوف رأي الناس وناخده نعطي معهن يعني لو كل حدا منا بيفكر أنه يعمل محتوى مرتب على التيك توك بيتغير هيدا المنهج بفوته يعني أنا وقت بفوت عليه بقولولي إيه أنت شو عاملة أنت عاملة على التيك توك أنت ختيارة يلا فوتي نامي صار وقتك تنامي بصير بتضحك لأنه أخديه فكرة أنه التيك توك نعمل بس للشباب والولاد وللتسلاية ولطق الحنق لا مش مظبوط التيك توك هو محل تجاري نصنع لحتى الناس تطلع مصاري وهن بالمقابل عم بياخدوا نسبة أرباح يعني هو عم بيعطيك رباح وعم بياخد رباح مثل المقاول فهيدا منه عايب وكتير فنانين لبنانية ومن إخواننا السوريين ومن كل العالم عم بيطلعوا بيفتحوا لايف صار مدخول صار مدخول لا لا في بعض الفنانين حتى ما عم يكون عندهم أي محتوى بس مجرد أنه فتحوا لايف وعم يجيون مشاهدين فصار عم يدخلوا مصاري ما أنه غلط بس ممكن يكون هذا بديل فضل فضل المحب المحب تقدرني لما بيعطيك هدية هول الناس بحبوك من دون مقابل نعم هني بيزعلوا إذا أنت قلت له لأ لأ ما بقتك أنا كتير بيبعتولي بقولولي بليز نحنا منحبك نحنا ما بنقدر نصلك نحنا أي دول الهدية عربون محبة عربون نقلك مرسي على كل سنين مش غلط يمكن في كتير فنانين بالعالم العربي ما عندهم محتوى بيطلعوا لايك بس بيتناقشوا مع الناس صحيح التيك توك خلى الفنانين يكونوا قراب كتير للناس سؤالي هون ممكن يكون هيدا بديل عندما لما ما يكون في شغل لما ما يجي أدوار لما الممثل يلاقي حاله قاعد على جنب وعم يشوف زملاء عم يشتغلوا كل الوقت ممكن يكون هذا البديل؟ طبعا مش غلط صدقني مش غلط بس أكيد هيدا بديل بس أنا بالنسبة لإلي يكون بديل قدم محتوى بيشبهني أنا بالنسبة لإلي هيدا بديل أنا كمان أظهر موهبته بأي إطار مش ضروري أنه أعمل سكيتشات وأعمل ستاندب كوميدي ولا ضحك الناس لا ممكن إطرح موضوع اجتماعي يكون آآ يعني يكون جيد للبحث يفيد الناس صحيح هالقوات كتير أنا بطلع علي داد كتير ناس بيبعتولي بيقولي شكرا أنه طرحت هالموضوع شكرا أنه سمعنا هالقراء آآ يعني مش غلط أبدا وإذا كان بديل مش غلط مش غلط موسيقى